اهلا فيكم برج الحمل بدنا نشوف شو هي توقعاتك العاطفية من بداية الشهر حتى آخر الشهر الخراعة متل دائما رح تكون البرج الشمسي والقمر والطالع وايضا بتقبل العكس هلا من نسبة لطاقة حبيبك او شريكك عمشوفه اكتر مركز على الامور المادية حاليا بالذات للاشخاص اللي مش عم يتواصلوا مع بعض حاليا عمشوفه مركز اكتر على وضع المادي بده يبني وضع المادي انت انت وهو هلا الشخص كتير بيعتبرك سولميت ولكن الشي اللي عم شوفه وعم يسبب عائق تجاهكم هو هو ما في تفاهم بالتواصل بمعنى انه التواصل بينكم كتير منيح وفي انجذاب بينكم كتير منيح الى انه دائما ما بيكون في مشاكل بينكم او دائما ما بيكون في بينكم نزاع بالحكيه فانت وهالشخص متلو كأنه ند بند او راس براس او كلمه بكلمه دائما بيصير في بينكم نزاع او مشاكل بالحكيه او مشاحنات بالحكيه عم شوفك انت ايضا حسيت او فيه ممكن البعض منكم لانك ان جرحت من هالشخص بالماضي عم شوفك مش كتير متفائل بفكرة الحب بالمستقبل لانه انت بتحس انك انضلمت وانت بدك نوع من العدالة تتحقق وبما انه هالصبت بخطواتك المستقبلية او بشو رح يصير عندك بالمستقبل انت عم تطالب بنوع من الجوستس وهالشخص عم شوفه مع انه بيعقله الباطني بيشوفك على انك الى انه لسبب ما هالشخص فيه متل يعني فيه اشي بده يحكيه للك وعم شوف انه فيه حكي شوي حاد او فيه حكي رح يكون كتير صريح بينك وبين هالشخص بس الطاقة بينكم يعني كتير نارية فنبين انه انتو انتو هالشخص في عندكم مشاعر او بتكونوا شاعر كتير تجاه فيه عندكم باشن وشغف تجاه بعض طب انه نشوف كروت توضيحية لها الشخص ليش دائما حبيبات بيحس انه لازم يكون دفاعي او فيه عنده دائما وكأنه بيحب يخلق نوع من الدراما هالشخص ما هالشخص ما بيحب يخسر ابدا عم شوفه شخص كتير بيحب المنافسة او مش بيحب المنافسة ولكن هو ما بيحب يخسر دائما يعني من النوع اللي دائما بيحب يثبت انه نقطه او كلمته هي صح ولو احيانا بتكون على حساب حاله فنبين لي انه هالشخص ايضا اللي عم تتعامل معه شخص كتير عنيد ما بيحب يتنازل ولو على حساب كرامته يعني بعقله الباطني دائما بيفكر فيك بيحاول انه اه يرجع العلاقة اللي بينكم او اذا انتو منفصلين بيحاول انه يرجع معك ولكن مش عم يتخذ خطوة في هالموضوع يعني ممكن هالشخص يموت ولا انه يكون بالمبادرة الاولى تجاهك او هو اللي يحكي معك لانه هو بده يثبت نقطه ولكن اه من جوة تعيس هالشخص لانه هو اساسا بده ياك وبده التواصل بينكم اه يتصلح او يكون مثل الماضي ولكن يعني مستحيل يقوم هو بالخطوة الاولى او اشياء تلهايك اه ايضا ممكن هالشخص عنده خوف من الرفض كتير عالي ابي يخاف انه ينرفض ويخاف انه ازا اجا حتى معك انت اتصدو او تردو او ترفضو وبعدين يعني ما بيحب يبين اه كشخص احمق او اشي مثل هيك او انه يعني ما بيحب يجي على كرامته هالشخص ام شوف طيب بنا نشوف للبعض منكم اللي عم يطالب عالشخص او بده نوع من الجستس او بده او بده حتى موازنة بالاخذ والعطل لانه ممكن ايضا انت تحس انه انت اللي عم تعطي اكثر من هالشخص بدنا نشوف بالمستقبل لانه مبين انه بالمستقبل فيه عندكم رح يصير تواصل ولكن التواصل ممكن يكون اه مش كتير ايجابي الا في حب ومشاعر ولكن التواصل اللي بينكم او الحكي اللي بينكم اه ممكن يكون فيه شوي مشاحنات فيه شوي مجادلات فيه شوي عتاب اه عتاب اللي صار بالماضي انت وهالشخص بس هالشخص عم يحاول يعني يستخدم طاقة الجذب لانه يجدد تواصل بينكم او حكي بينكم طب انه نشوف بالمستقبل انت وهالشخص طبيعة التواصل اللي بينكم لانه انت هون ايضا نبين انه انت مش كتير متحمس لهالفكرة او رافض عروض حب عم تيجيك سواء من هالشخص او من شخص اخر بالنسبة لكوين وفانز رح يكون فيه ايضا بداية جديدة بدنا نشوف البداية الجديدة رح تكون معها الشخص او معها شخص جديد طيب معم نشوف انه رح يكون فيه اا ارتباط جديد مع هالشخص او زواج او خطوبة لانه هالكارت بيحكي عن امور تقليدية. يعني يكون كتير تقليدي. وهو ايجا مقلوبه. انا عندي يعني ما فيه كروت مقلوبة. بس بما انه طلع هيك. عمشوف ايضا علاقتكم رح تكون او في المستقبل. علاقتكم رح تكون مش بالطريقة التقليدية. يعني ممكن يصير في عندكم انت وهالشخص. عمشوفك ايضا انه هون ممكن انت بتفكر انه بدك تتحرر من مبادئ ومفاهيم انت كنت ملتزم فيها او كنت متآمن فيها. لانه ايضا هاي ورقة روحانيات. فممكن فيه اشي انت عم بتبعد عنها عم تحس انه بطلت تدفيدك. فعلاقتك مع هالشخصة غير تقليدية. ومبين انه انت يعني في جوه راسك او في تفكيرك الداخلي. عم تشوفها كتير اه كتير مرهقة. كتير مرهقة عقلية للك. يعني او حتى جسديا بتحس انه كترة التفكير فيها اه كتير هلكتك. التواصل بينك وبينها الشخص كتير فيه عوائق. اه طبعا بيختلف من شخص لاخر انت بتعرف شو هي العوائق اللي بينكم. البعض منكم ممكن تكون انت بعلاقة اخرى حاليا. ممكن يكون الشخص اللي انت عم تتعامل معه بعلاقة اخرى حاليا. او ممكن تكون العوائق فقط انه اه ما حدا مستعد يتنازل او ما حدا مستعد يقوم هو بالخطوة الاولى. لانه عم شوف كتير عم شوف كتير مشاحنات بالحكي وانت وهالشخص ويتي متل ما بنحكي او شخص بيفهم دائما كل اشي على الطاير فالصعب انت وهو صعب انك تفوز مع هالشخص بنقاش. لانه دائما بيكون فيه عنده جواب. دائما بيكون فيه عنده اشي يناقش فيه او اشي يعود عليك بالحكيه. الى انه انت مش كتير متحمس لها الشخص البعض منكم انت كتير او ممكن تكون مش متحمس لعروض حب جديدة. يعني ممكن يكون انت مع اشخاص جديدة بدي اشوف انا بما انه فيه تواصل رح يصير الاغلبية منكم. بدي اخر اشي اوضح حقيقة مشاعر هالشخص لانه مبين انه هو من جواب الفعل بيحبك هالشخص. او يعني بيعتبرك ولكن في عنده مشاكل بالايجو او بكرامته او ما بيحب يتنازل هالشخص. فبدنا نشوف هو ليش مش عم بيكون بالخطوة الاولى او ما هو السبب اللي هو مش عم يحكي فيه معك. بعه الشخص من جوا قلبه مكسور. عشان هيك مش عم يحكي معك. اه قلبه مكسور. ممكن يكون ايضا اه عم يحاول يخلي الامور تيجي بطريقة عفوية ما بده يغصب اي اشي. ممكن يكون ايضا بيشوف انه انت بتنظر له على انه طفل. او بتنظر له على انه غير اه ناضج. فهو مكسور قلبه من جوا. ايضا ممكن يكون المادة او العامل المادي سبب في انه مش عم بيقوم في الخطوة الاولى. ممكن هالشخصة بيحس انه غير متمكن ماديا. مشان هيك مش ما في عنده الثقة الكافية انه يحكي معك او يقوم بالخطوة الاولى. بيحس انه هو مشان هيك طاقته كانت انه مركز على الامور المادية حاليا. بتوقع انه اغلب تركيزه على الامور المادية مشان يبني ثقته بي حاله. ممكن انت وهالشخص اه في بينكم كتير اختلاف بالوضع المادية. مشان هيك هو عم بيحس انه بالدريس بتحاله من الناحية المادية. اوكي حبايا ببرج الحمل بتونا القراءة تكون فادتكم وحبيتوها. اذا حبيت الفيديو لا تنسى تحطني ترجمة نانسي قنقر شوامل انه اشهر كم ت عجيب وش رائع اشهر